مرحباً بكم في فيديو جديد حيث نستكشف حقائق مذهلة عن الحيوانات اليوم سنتعرف على الكوجر هذا المفترس الرائع الذي يعيش في الأمريكتين فلنبدأ رحلتنا في عالم هذا الحيوان المثير للاهتمام الكوجر هي واحدة من أكثر الحيوانات المفترسة إثارة للإعجاب في العالم تعرف أيضاً بأسماء مثل الأسد الجبلي أو الفهد إنها الكائن الرابع الأكبر بين القطط الكبيرة وهي تتفوق في القوة والسرعة والمرونة الكوجر معروفة بقدرتها الاستثنائية على القفز يمكن للكوجر القفز لمسافة تصل إلى حوالي 12 متراً أفقياً وهذه القدرة تعتبر واحدة من الخصائص المذهلة لهذا الحيوان المفترس هذه القدرة على القفز تساعد الكوجر في الصيد والتنقل في بيئته الطبيعية على الرغم من أنها قطة كبيرة إلا أن الكوجر ليست في الواقع أسداً أو نمراً إنها تنتمي إلى نفس الفصيلة كالقطة الصغيرة الكوجر يتفاعل مع مجموعة متنوعة من الحيوانات في بيئته من العلاقات الافتراسية مع الفرائس إلى التنافس مع حيوانات مفترسة أخرى الكوجر لديها القدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من البيئات بدءاً من الصحراء إلى الغابات المطيرة الكوجر ليست فقط متواجدة في أمريكا الشمالية يمكن العثور عليها أيضاً في أمريكا الجنوبية تستخدم الكوجر أقدامها القوية لقتل فرائسها كما تستخدم أسنانها الحادة لتمزيق اللحم الكوجر تستطيع العيش لمدة تصل إلى 20 عاماً في الأسر ولكن العمر المتوسط في البرية هو حوالي 8 إلى 13 عاماً الكوجر تستطيع التواصل مع بعضها البعض من خلال مجموعة متنوعة من الأصوات والرموز على الرغم من أن الكوجر أكبر من القطط البرية الأخرى إلا أنها تزن أقل من الأسود والنمور الكوجر تمتلك أقوى الفكين بين جميع القطط الكبيرة مما يجعلها قادرة على قتل فرائسها بكفاءة الكوجر معروفة بقدرتها على السباحة ولكنها تفضل البقاء بعيداً عن الماء إذا أمكن بالرغم من صورة الكوجر كحيوانات مفترسة هناك حالات نادرة حيث تصبح طيبة إذا تم ترويضها الكوجر لديها القدرة على التسلق بمهارة ويمكنها الوصول إلى الأماكن العالية في الشجر الكوجر لديها بصر حاد في الليل مما يجعلها صائدة ليلية فعالة تعتبر الكوجر من الحيوانات المهددة بالانقراض وهي تحتاج إلى حماية واهتمام من قبل الإنسان لضمان بقائها يمكن للكوجر الركض بسرعات تصل إلى ثمانون كيلو متراً في الساعة لكن لمسافات قصيرة مما يجعله متميزاً في الكمائن والهجمات السريعة الكوجر يظهر قدرة ممتازة على التكيف مع التغيرات البيئية مما يساعده على البقاء في مواجهة التحديات المختلفة تم تصوير الكوجر في العديد من الأساطير والقصص الشعبية خاصة في الثقافات الأمريكية الأصلية حيث يعتبر رمزاً للقوة والرشاقة يفضل الكوجر المواطن الوعرة والأماكن التي توفر له الخصوصية والحماية مثل الغابات الكثيفة والمناطق الجبلية تلد الأنثى من 2 إلى 4 أشبال في كل مرة في ختام رحلتنا حول الكوجر نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالتعرف على هذا الحيوان المذهل الكوجر بقدراتها الفائقة وتكيفها مع البيئة المتنوعة شكراً لمتابعتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من المحتوى المميز حول الحياة البرية ترجمة نانسي قنقر